السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع نبات العثرب ما شاء الله تبارك الله هذا طبعا نبات ينبت في الجبال يفرق عن الشث يستخدمون أهل عسير شفتهم لما يحطون الفطير أو القرصان هذيك في الميفة يحطونه من تحت حتى لا تحترق القرصان وهو يعطي نكهة جميلة للقرصان ما شاء الله تبارك الله فهذا نبات العثرب وقيل لي أنه استخدم حتى في الحنيذ وتحياتي لكم أخوكم سعيد السهمي من جبال الحجاز